بسم الله الرحمن الرحيم طلاب بطالبات الصف الثالث متوسط السلام عليكم واهلا بكم درسكم لهذا اليوم صفحة عشرين وصفحة عشرين عزيزي الطالب تعتبر من الصفحات المهمة جدا 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 بالوحدة الثانية عزيزي هذه الصفحة لأهميتها راح تشوفها في ثلاث مناسبات المناسبة الأولى هو راح اشرح لك ياه وترجم لك ما موجود بها ومناسبة أخرى راح اشرح لك موضوع التفضيل يعني راح اخليه وحدة بدرس موضوع مهم ومناسبة الثالثة راح اشرح لك الاقتراح وايضا اخليك ياه بدرس إذن هذه الصفحة مهمة جدا جدا ولو تلاحظ عزيزي الطالب صفحة عشرين تعتبر لسن تو الدرس الثاني لليونتو للوحدة الثانية وعليها تمارين بالاكتيفتي بوك صفحة اربع عشرين وخمسة وعشرين مهمات جدا جدا وهذه الصفحة تحت عنوان سبار تايم اللي معناها وقت الفراغة تايم معناها وقت وسبار معناها فراغ اذا سبار تايم وقت الفراغة لو تلاحظ هاي النشاط او هاي الاكتيفتي اي ان شاء الله راح اشرح لك ياه وافصل لك ياه لكن لازم اشرح لك الصندوق اللي جوه حتى تكون عندك معلومة عن شنو انا احتي لذلك في اول الامر راح اشرح هذا الجدول اللي جوه وافصل لك ياه وبعدها ارجع فوق اترجم لك وافصل لك ما موجود اعلى لو تلاحظ يقلك اكسبرسنج التعبير التعبير عن شنو بريفرنسز التفضيلات اذا هذا موضوع التفضيل منها راح اشرح لك ياه بدرس منعزل وحده بس الاصل ما لت هنا عند وميكينغ صياغة صنع سجيستشنز الاقتراحات اذا عندك موضوع الاقتراح راح اشرحه ايضا على حده اذا هذا الجدول يتحدث لي عن التفضيلات والاقتراحات زين استاذ ما يخالف شكرا اليك استاذ انا قرأت التفضيل وقرأت الاقتراح بس قاعد اخبط وامزج بين الصياغ هذن الصياغ ذن القواعد ما اقدر اميز هاي اقتراح هاي تفضيل ابوي ببساطة الصياغ القاعدة التي تحتوي على اي تعتبر تفضيل والبقية كلهن اقتراح استاذ ما افتهمت ابوي تعالوا يا الهنا هذا ايد لايك بيها اي بالبداية اي معناها تفضيل هاي ايد لايك بيها اي بالبداية اي معناها تفضيل هاي بيها اي لا ما بيها اي اذا هاي مو تفضيل زين نجي الهاي هاي بيها اي اي بيها اي بالبداية اذا هذا تفضيل اذا الصياغ او القواعد التي تحتوي على اي تعتبر تفضيل والبقية اش يعتبر ان استاذ يعتبر ان سجستن اقتراح خليها ببالك هاي سجستن ما بيها اي هاي ما بيها اي سجستن وهاي سجستن وهاي سجستن اما اللي تحتوي على اي هذا اقتراح هذا عزيز الطالب بالنسبة للفكرة الاولى تقسيمهم من اقتراح ومن تفضيل نيجي للفكرة الثانية انه احنا لازم نعرف ترجمتهم حتى نستفاد اول وحدة ايد لايك معناها انا احب بعد الصيغة الثانية اللي هي ايد لايك اللي هي ايضا احب افضل ان افعل شيء ما اما اذا ما تعرف شل الفرق بين التفضيل والاقتراح التفضيل عندك مجموعة اشياء تفضل شيء على شيء مثلا عندك سومنج وفيشينج اللي هي السباحة وصيد الاسماك تفضل السباحة ايد لايك تجو سومنج انا افضل ان اذهب وين للسباحة هذا تفضيل مجموعة اشياء اما اذا تلاحظينا وديو لايك الاقتراح فانك تقترح مجموعة اشياء والشخص المقابل يفضل وحدة من عدن يعني شلون مثلا نتقل هل ترغب للذهاب لصيد الاسماك اذا ذاك اوافق لك ايه ترحون شوف تقتراح لاحظ عزيز الطالب نجي المين نجي ايد راثر ايد راثر معناها ايضا تفضيل انا ارغب او افضل ان افعل شيء ما لماذا لا اقتراح ليش ما نروح للمال ليش ما نروح للمتنزه ليش ما نروح مثلا اونا بيكنيك في نزه لاحظ بعد دعنا دعنا نذهب وهي سامعيته لاتس جو دعنا نذهب انا قاعد تقتراح علي خل نروح بعد الاخيرة هاو اباوت الشيخة هاو اباوت معناها ماذا عن اقول لكم شو تقولون ماذا عن انه نروح للمتحث ماذا عن هايذي ايضا اش تعتبر اقتراح هسا احنا شعرفنا اعرفنا معناها هسا نجي المين نجي التقسيما تقسيما لو تلاحظ عندك مجموعة اولى مجموعة ثانية مجموعة ثاثة المجموعة الاولى امهات الحب ليه اشي امهات الحب ليه يا اشي امهات الحب هاتو وفعل مجرد لان يجو وراها انتو وفعل مجرد من ان امهات الحوب واللي هنا الايك واللايك واللايك اي وحدة من عدن امهات الحوب شي تخلي تو جو بعد بعض الطلاب شطار يربط راح يقول استاذ احنا بالوحدة الثانية بالدرس الاول اخذنا الايك يجو وراها فعل با اي انجي الايك والديس لايك افعال الرغبة وعدم الرغبة شلون افرق هذا عندك اي بساطة وانتبه لي شوف هاي ايد لايك شبيه بيها دي لاحظ ايد لايك ايش تحتوي تحتوي على دي لكن القديمة لو تلاحظوا يا اي لايك مباشرة ما بيها دي بما انه اي لايك لازم فعل اي انجي اما اذا بيها ايد مثل هاي لازم تو جو اذا المجموعة الاولى اللي هنه امهات الحوب لازم يجي وراها انتو وفعل مجرد وهنا تو موجودة ومنطيك مثال على الفعل المجرد من هو جو تو جو وبعدين التكملة تو ذا بيتش الى الساحل لو تو ذا مول الى المول بعد اريد ما عندك تنتبه لي اللي يبدأ بالفعل اي شنخلي بالاخير نقطة اما اللي تبدأ بفعل مساعد او اداة سؤال شنخلي بالاخير علامة استفهم انتبه والسراحة ارجع بعد انوح عليها نهاية الجملة مهمة اذا امهات الحوب اللي يشوف بهن لايك لازم تختار تو وفعل مجرد وينهن لايك لاف لايك تو وفعل مجرد نجي راح اعبر هاي المجموعة حتى سهل لك يا راح اروح علما الهو اباوت هو اباوت الشيخة استاذ علي صيح لها الشيخة ليش استاذ انا اقول لك ليش اول شي لان هي وحد مجموعة شيخة وحد مجموعة هذا شي وثاني شي هي الوحيدة اللي تأخذ فعل يحتوي على اي ان جي فلاحظ السببين هاو اباوت الشيخة لازم يجورها فعلش بي اي ان جي فخليها ببالك اذا شفت هاو اباوت وانطاك فعل وقال لك كوريكت صححة لازم شي تضيف لي هاو اباوت تيجورها فعل بي اي ان جي يعني لازم تضيف لي اي ان جي هسا تكونت عندك فكرة امهات الحوب ياخذن تو وفعل مجرد والشيخة اش تاخد تاخد فعل بي اي ان جي البقية الشياخذن ياخذن فعل مجرد لاحظ ايد راذر ما بيها لا حب لايك يعني ما بيها مهات الحب ما بيها لايك ولا الشيخة اذا فعل مجرد واي نوت ايضا لا بيها حب لايك ولابو ذني ولا شيخة اذا فعل مجرد الليتس اللي معناها دعنا لا تحتوي على كلمات الحب ولا شيخة اذا فعل مجرد خليها ببالك انه بنجي بما انه بدأ بفاعل لازم ينتهيب نقطة بما انه بدأ بادات سؤال لازم علامة استفهام وهذا كلش مهم انت بقى ليه ترى مهمة هاي نجي ليتس بما انه فعل رئيسي اذا لازم نقطة وانا شارح انت رأي ورح اشرح انبت التفضيل ونقسم من التفضيل والاقترح ايضا اشرح لك وانوي لك على الاني البانكتشويشن ماكس علامات ترقيم بعد الهو اباوت الشيخة بادية باداة سؤال اذا لازم علامة استفهام لاحظ عزيز الطالب المجموعة الاولى مهات الحب تو وفعل مجرد المجموعة الثانية اللي ما بينحب فعل مجرد والشيخة فعل بي اي ان جي طبعا الفعالية بي هسا اصعد للاي ترى ما ناسيها اصعد لها الفعالية بيه حتى اخذها واصعد يقل لك what would you like وانتبه هنا هذا ترى مهم وجاي وزاري what would you like ماذا انت ترغب يعني شو تفضل شوف بعد اللايك وما هات الحب تو فعل مجرد لاحظ ترى هاي جاي وزاري خليها ببالك what would you like ومخلي بين قوسيا to do no best do no doing be high انجي اكيد بما انه ما هات الحب ايذن to do فهنا يقول ماذا انت ترغب ان تفعل ات the weekend في عطلة نهاية الاسبوع discuss with your partner مع زميلك ومنطيك هنا صور هاي يدل على play football هاي يدل على انك going to fanfa تذهب الى المدينة الالعاب وهذي مول يعني shopping في عزيز الطالب هذا زيان استاذ بعدش بقت عدي فكرة شون يجي بالامتحان هذا هسا الدارس اي عندك موضوع اقتراح وقال لك شون يجي وعندك موضوع تفضيل شارحة وقال لك شون يجي واذا ما شايفين لازم تشوفين زيان هسا هاي الصفحة شون تيجي لاحظوا يا اهنا يجي لك ود يو لايك go low going low to go to the park وعلامة استفهام هسا شنو هسا اريد من عندك تركيز شنو التركيز انه لو مجرد لو بي آي انجي لو تو وفعل مجرد زيان اهنا اجي ابي اضاع لها اما هات الحوب اي هاي لايكم الحوب اذا مباشرة انتقوم بهاي الطريقة وبهاي البساطة ناخذ مثال اخر ايج rather go going low to go زيان هاي بيها حوب لا بيها how about لا يعني بيها الشيخة لا اذا مباشرة نقوم فعل مجرد ناخذ الثالث how about الشيخة فعل لازم يحتوي على اليمن على اي انجي لاحظوا يا عزيز الطالب او خليها ببالك وانتبه لي انتبه لي على كل فكرة انا اقولها هذا بالنسبة لهاي الطريقة عزيز الطالب بعد خاف اكو طالب بطل يسأل عن هاي الدي والفاصلة العليا هذا منين جاي هذا هذا جاي من الود هاي الود من اختصرها شيبقى من عده يبقى من عده دي وابوسترافي يعني دي وفاصلة عليا لاحظ خاف واحد يسأل او واحد يسألك هاي دي مني نجت من الود والفاصلة العليا هذا بعد ما قرينا وفصلنا وعرفنا هذا الجدول الشون يجي راح نصعد انياك نقرأ وانترجم وانرتب وانحل واننوه ونشرح لو تلاحظ هنا يقول لك listen صغيلي where do the boys decide to go اين الاولاد هذول اللي بالصورة الاربعة decide يقررون to go ان يذهبوا يقول لك order معناها ارتب the dialogue اللي هو الحوار as you hear it كما تسمعه هنا المطلوب من عندك شنو التركيز على الادوات اللي اخذتن قبل قليل نجي انياك راح نبدي طبعا انا راح ارتب لك هان مثل ما قرأتن اني نجي الاول الوحدة هاي what would you like to do this afternoon ماذا انت ترغب ان نفعل هذه الظهيرة لكن هانش اريد من عندك شوف ام الحب اللايك اش اجا وراها to فعل لاحظ هسا هذا اقتراح شنسوي بها الظهرية فلو تلاحظ عزيزي الطالب راح نروح للنقطة الثانية صاحبها الثاني ش راح يقيلها راح يقيلها I don't know انا لا اعلم ما ادري ما اعرف هاي معناها طبعا ذول يتحاورون الاربع I don't know انا لا اعرف انا لا اعلم بعد نروح لنقطة الثانية هذا راح يقترح How about الشيخة ماذا عن going فعل يحتوي علي من ing ماذا عن الذهاب الى المتنزه To the park او to the park لاحظ فهذا اقتراح بعد راح صاحبهم شي لي في الرابع يقلهم What to play football ماذا عن لعب او ما يعني هذا اقتراحك نروح نلعب كرة قدم فما يعني ماذا شنو to play football لنعب كرة قدم وين بالبارك بعد واحد من عدو راح يجاوب طبعا ها راح يصير خمسة yes why not نعم لما لا ايي ليش لا ولو تلاحظ هاي الموافقة على الاقتراح من واحد يسوي لك اقتراح تقول لي ليش لا فلاحظ yes نعم why not لما لا بعدها واحد من عندهم ما راح يوافق شوف السادسة راح يقول نو لا it's too hot انها حارة جدا انها حارة جدا راح يبدون من البداية بعد لاحظ يالي راح شي يقول واحد يفضل يقول i'd rather وانتبه i'd rather لا هي هو اباوت ولا هي اماهة الحب راح يجفع شنوى مجرد i'd rather انا ارغب افضل go اذهب to the cinema للسينما to watch لكي اشاهد a film كي اشاهد شنوى فيلم لاحظ عزيز الطالب بعد لو تلاحظ هنا عندك الثامنة الثامنة عدم الموافقة على التفضيل يعني اذا واحد ما تريد يتوافق على التفضيلة تقول i'd rather nots انا لا افضل انا لا ارغب انه اذهب وين للسينما ليشوف i don't like انا لا احب the films and the film at the cinema at the moment في هذه اللحظة يعني هسا ما طاق خبالي الافلام اللي موجودة بالسينما بعد نروح للتاسع عزيزي ولو تلاحظ اوكي وراح يعيدون الاقتراح what would you like to do اوكي حسنا ماذا انت تحب تحب ان تفعل شو تحب تسوي لو تلاحظ العاشرة يقول let's go اقتراح let's go وشوف اللتس اش اجا وراها اجا وراها فعل مجرد وشوف انتهت بنقطة فانتبه let's go دعونا نذهب to the mall there is هناك a new game shop يعني محل جديد للالعاب شوف جديد new shop معناها محل تكان game للالعاب وكان نحن يمكننا هاف ان نتناول launch the وجبة الغداء هناك يعني هم نلعب وهم نتناول وجبة الغداء وين بالمول عزيزي الطالب بعدها راح نروح المن راح نروح للدعش راح يوافق لك راح يقول له yes that's a good idea نعم تلك فكرة جيدة ولاحظ صار عندك شو نقول طريقتين للموافقة على اليمن على الاقتراح تقدر يقول yet that's yes that's a good idea هذا صح وتقدر تقول yes why not ilyashla واضح new gentleman 12 والاخيرة يقول i hope انا اعمل you have انت لديك بعض النقود بعض الاثمن عندك فلوس اوكي اعمل انك عندك فلوس هذا عزيزي الطالب بالنسبة الى شرح وتفصيل صفحة 20 قد انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى